ينضم إلينا هنا في الاستوديو العميد خالد النفسي الخبير العسكري والاستراتيجي مساء الخير أهلا بك معنا سياسة العميد إذن كان في تلخيص بهذا التقرير لآخر تطورات عنوانها التقدم بشرق العاصمة بينهم هل من جديد فيما يتعلق بهذه التطورات؟ طبعا بالنسبة للجديد في الجبهات الشرقية من العاصمة الصنعة أنه قبل تقريبا من قبل أيام تم اللعنان عن معركة الأرض المفتوعة وهي أنه كانوا القوات الشرعية والمقاومة مسنودة بالتحالف على الأرض يعني كانوا يواجهوا مشكلة بالنسبة لطبيعة الأرض كانت جبرية ضيقة وصلوا إلى منطقة خاصة في مسورة يعني في أرض مفتوحة قادرين يناوروا بكل أنواع الإسلحة بما فيها العربات والدبابات والتفاف والانتشار في هذه المنطقة الآن وصلوا تقريبا أمس أو اليوم وصلوا إلى منطقة ضبوع في أرحب وهي تقريبا هذا المنطقة كان فيها أقوى معسكر طبع الحرس الجمهوري بما يسمى معسكر الصمع في هذه المنطقة وكان يعني فعلا قوة غير عادية ولا يستهام بها وكانت هي الصد المنيع في تقدم القوات الآن تم سيطرة على هذه المنطقة الآن في أكثر من مقال تقريبا بالنسبة في هذه المنطقة القوات تتقدم على محورين محور باتقاه أرحب ومحور باتقاه يعني نغيلة بنغيلان في نهم إذا وصلوا إلى نغيلة بنغيلان معناه أنه حتى العاصمة الصنعية حتى المطار هو القاعدة الجوية للحوتيين أنه يكون تحت سيطرة النيرانية للقوات المقاومة بسنودة بالتحارف طيب موضوع جبال القناصين الذي سلسلت جبال هذا صحيح التي استعيدت ماذا تعني في هذه المعركة الحاسمة مع معركة العاصمة طبعا نحن نعرف أنه بالنسبة للحوتيين يعني على وجه الخصوص هم عبارة عن ميليشيات يعني هم يستخدموا حرب العصاب لأنهم عدو غير نظامي غير قيش نظامي هم عبارة عن ميليشيات فيتخذوا من القناص في كل القبهات يعني عندهم قناصين متدريب عالي على يد خبراء إيراني في هذا القانب فطبيعة الأرض القبالي هناك في سلسل القبالي يسمى قبال القناصين هذا يعني مطلة وشهقة مسيطرة على الأرض فالقناصين كانوا من هذه القبال مسيطرة على الأرض واسعة فتمت السيطرة عليها الآن أنه انفقدوا هذه الميزة الآن بالإمكان القوات تتقدم بكل سهولة إلى أن غير من غيرها لأنه كانت أكبر حجر عثر قدامهم هي القبال العالي في منطقات القناصين لكن الآن تم السيطرة عليها في مجال أنه الآن يتحركوا بكل سهولة بالنسبة إلى أن غير من غيرها وهو يعتبر خطة استراتيجية وهو يعتبر هدف مباشر للقوات بخضام كل هذه التطورات على الأرض نتحدث عن قتل قيادي بارز بميليشيات الحوثي نتحدث عن قناصة مهمين جدا أيضا تم قتلهم بهذه المعارك أين هم الآن كقدرة على الأرض؟ طبعا طالما الآن الحوثيين يفقدون قيادات في الصف الأول هم كانوا على مسؤول القبهات ويمعتمدين على قيادات الصف الثالث والرابع يعني يقود المغاتلين في القبهات لكن الآن من خلال ضربات الطيران خسروا كثير من قيادات المباشرين في القبهات فتم الاستاناة الآن بقيادات الصف الأول والدليل أنه هذا الدقسان اللي قتل أمس أنه كان من ضمن المطلوبين لدول التحافظ في ضمن المنشور الذي نشر وأنه كان مطلوب فهذا يدل دلالة واضحة أنه القيادات الحوثية اللي كانت مسيطرة على القبهات على الأرض فعلا تم انتهى الكثير يعني لو لاحظوا أنه من يوم تاريخ فضل الشراكة مع العبل الصالع من تاريخ 2 ديسمبر حتى اليوم قسروا كثير من القبهات يعني في أقلب محافظة حتى محافظة شمالية الآن في البيضة في نهم في الجو في صعدة في الجبال القريبة بالتجارة الحديرة يعني كل يوم يفقدوا يفقدوا الكثير بصراحة ولو استمرت المقاومة المسنودة بالتحالة بهذا المنوان ولو أنه شوية بطيئة نوعا ما لكن سوف يحقق خلال أيام يعني انتصارات استراتيجية بكل الأكيد يعني ما الذي يجعله بطيئا إلى أي مدى مثلا موضوع المدنيين هو من ضمن هذه العوامل وسرعة أو بطيئ يعني سياق هذه المعارك ماذا تقول لنا عن الفترة القادمة كم ستستغرق إلى أي مدى هي صعبة لا احنا كنا نلاحظ ونتابع أنه الانقلابين كانوا يحشدوا الناس في مناطق قبلية حول صنعة بما يسمى الحجد الشعبي للتعزيز القبهات وتعالف ما مش أنه ناص عندهم معلومات عندهم معلومات بس ما كان استادف هذه التيومات لأن فيها أطفال فيها مواطنين لكن الآن لما تفضلت الشراكة مع علي عبدالل الصالح في قنود وفي ضباط من الحرص الجمهور الآن يأمنوا التحالف بمعلومات دقيقة في القهات الأول مرة نشوف أنه أمس بالأمس أنه قوات التحالف يعني تم تعامل من الجو مع هذه التقمعات والعسكرية وحقها مغاسب قوية لأنه تأمنت بالمعلومات الدقيقة في هذه القهات فأنا أتوقع أنه يعني نوعا ما في بعض القبهات طبيعة الأرض تخدم الانقلابين أكثر لكن بكل تأكيد الآن أقلب المغاتلين المولي الحوثيين اللي هم مغاتلين عقايدين وتم التدريب في إيران أو على يد خبراء إيرانيين أنهم الآن موجودين في صنع لأنهم تخوفين أكثر شيء من العاصمة فأهملوا أكثر القبات لماذا لصالحهم أكثر نقطة طبيعة الأرض بهذه المعرق؟ لأنهم عبارة عن عصابات وخاصة بعض المناطق فيها القبال لأن طبيعة اليمن بشكل عام هي سلسلة القبالية عالية فالقبال تساعدهم في السيطرة على تحركات القوات المتقدمة على الأرض لكن هم يستخدموا الكمائن يستخدموا القناصين يستخدموا مثلا يزرع الألقام بآلاف آلاف الألقام وخاصة في بعض المناطق باتجاه الجوب باتجاه القبال القربية باتجاه الحديل لأن الأرض مفتوحة زرعوا آلاف القام وهذا يساعدهم أيضا الجبال العالي في بعض القبات وخاصة حول صناعات تساعدهم لأنها جبال عالية تساعدهم بالكمائن والقناصين لكن في كل أحوال هم يخسروا خلال أيام هذه خصول كثير أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا هنا في السيديو سيادة العميد خالد ناسي الخبيل العسكري والستراتيجي